في الاسباب الغيبية هذه الرسالة الثالثة تشكونا كن واقعيا نأتي للرسالة الرابعة وهي لا تهمل الاسباب من الامور التي واجهتها في خلال الثلاثين سنة هذه ان كثيرا من المرضى جعل العلاج الوحيد لعلته الرقية الشرعية في المقابل ايضا هناك من الرقى من جعل العلاج الوحيد لعله لمرضاه الرقية الشرعية هذا صح او خطأ من اللي يقول خطأ هدي محمد عليه عليه السلام لو تأملنا هدي الرسول عليه السلام نجد اولا نفتح باب التداوي ما قال بس رقية اتى الاعراب قالوا يا رسول الله انا تداوى قال نعم يا عباد الله تداوى او تداوى فان الله ما انزل داء الا انزل له دواء في رواية شفاعا علمه من علمه جهي له من جهي او كما قال عليه السلام فهنا ما قال بطارقية بس لا فتح باب التداوي الذي يتأمل ايضا هدي الرسول عليه السلام انه داوى وتداوى بغير رقية شرعية بل بيده كوا سعد بن معاذ في اكحله كواه يعني مو برقية شرعية بس اتى طبيبان الى النبي عسى السلام يصيفان الدواء فقال ايكم اطب بل قال لحد الصحابة ايتي الحارث بن كلدة فنورجل يتطبب فلياخذ سبع تمرات بنواهن فليجأهن الى اخر الحديث الشاهد من هذا ان رسول السلام فتح باب التداوي بغير الرقية الشرعية بل والاعجب من هذا ذكر ان الشفاء ايضا بغير الرقية الشرعية فالحديث الصحيح ان الرسول عليه السلام قال الشفاء في ثلاثة قال الشفاء في ثلاثة شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وانا انهى امتي عن الكي اذا ايش قال في العسل الحجامة والكي قال شفاء قال عن ماء زمزم طعام طعمش فأسقم قال عشبة السنة قال لو كان شي فيه الشفاء لكان السنة قال قال الرسول عليه السلام عليكم بهذه الحبة السوداء فنفيها شفاء من كل داء الا السام اي الموت هذا الحديث ذكر فيها الرسول ان فيه شفاء في غير الرقية الشرعية اذا لماذا نحجر على خلق الله ما وسعه ربهم عليهم لماذا نغلق الا الرقية الشرعية الرقية الشرعية نافعة ومؤثرة ومؤثرة لكن لا تغلق باقي الاسباب الرسول ما اغلق باقي الاسباب بمتوني بارك الله فيكم لذلك انت اي المريض ماذا المطلوب في حقك لا تهمل الرقية الشرعية ولا اقصد انك لا تهمل الرقية الشرعية انك تذهب الى الرقاة تضرب اكباد الابن وتدفع الالاف لا اقصد انك انت ترقي نفسك بنفسك ولا تهمل باقي اسباب نافعة لعلتك العضوية او النفسية بعض الناس اصاب على عضوية نقول له لازم رقية شرعية بس لا ارق بالرقية الشرعية لكن خذ الدواء المناسب لعلتك العضوية لازم تاخذ نفسية خذ الدواء المناسب لعلتك النفسية مع الاخذ بالرقية الشرعية هذه الاسباب لا تهمن باقي الاسباب وتقدم معنى هذه النبع السلام فتح باب التداوي برقية وبغيرها فخذ ايها المريض ما يناسب حالتك وبأنبه هنا على نقطة مهمة جدا 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 ما هي بعض الناس ما ينتفع بالرقية الشرعية ركزوا بعض الناس ما ينتفع بالرقية الشرعية هل لخلل في الرقية لا الرقية اذا اتت بشروطها وانتفت موانعها نافعة باذن الله يكون رقية شرعية قد يقوم مانع يجعلك ما تنتفع بالرقية شرعية فهمتوني لذلك باقي الاسباب خذ بها اذا انتفعت بالرقية شرعية مع غيرها الحمد لله ان حصل متعددة قد يكتب ربك الشفاء بالدواء العضوي لعلتك العضوية او الدواء النفسي لعلتك النفسية او العشبة الفلانية من الطب البديل لعلتك العضوية او النفسية ولا تنتفع بالرقية الشرعية كما قلنا ليس لخلل في مشروعيتها لا ولا في مدى تأثيرها في المرض لا بل لمن رقى بها اختل شرط من شروطها اختل شرط بعض الرقى يقول لبعض الشيء اسكت ارقوا لعل الله ارقه لعل الله ينفع برقيتك لك لا تغلق باب باب علاج اعطوه ناس متخصصين اقضوا سنوات قضوا ردها او جانبا من اعمال في الدراسة والتعليم والعلاج الا في حالة واحدة ان كنت متأكدا مئة بالمئة نتيجة علم شرعي وطب نفسه فعلا وانت ايها المريض الله عز وجل فتح لك اسباب التداوي خذ بما يناسب حالتك ولا تعلق قلبك سلم جمع بين الرقية وبين العلاج الطبيعي في حديث العقرب لما لدغته العقرب دعا بماء وملح هذا الشيء الطبيعي وكان يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ الفاتحة الاخلاص والفلق والنس علق ابن القيم قال هذا من الدواء المركب لذلك افضل ما يكون في حقك ايها المريض ان تجمع اجمع بين الرقية الشرعية وبين باقي الاسباب المناسبة لعلتك العضوية او علتك النفسية هذا الافضل بحقك ان تجمع طيب نعود مراجعة قلنا ايش ارسالة الاولى ما حك جلدك مثل اضفرك ارسالة الثانية النواقعية ما شاء الله عليك والاخيرة الان هذه لا تهمل الاسباب لا تهمل الاسباب انك تاخذ بالاسباب يا شيء طيب نأتي الى الرسالة الاخيرة الرسالة الاخيرة اسمها الصبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر